موسيقى فدرالية أولياء السلامي تطالب بتأجيل موعد الدخول المدرسي تمديد سريان التدابير الاستثنائية لمواجهة الوضعية الوبائية بإقليم اليوسفية لأسبوع إضافي بعد تنكر مسؤولي أسفي له شركة لمنتجات التنظيف تحقق حلم سوفيار ريني ارتفاع حركة النقل بميناء أسفي بأزيد من 25% ما تم يوليوز منطقة الجبارات بأسفي معاناة حقيقية لمواطنين بدون ماء ولا كهرباء وفي الرياضة سلطات مراكش تمنع إقامة مباراة الكوكب وأطلس خنيفرة نشرة الأخبار من صفيقود أهلا بكم طالبت الفيدراليا الوطنية المغربية لجمعيات ابا وأمهات وأولياء التلاميذ في بلاغ لها صدر ليلة أمس الأربعاء بتأجيل موعد الدخول المدرسي واستنكرت ما وصفته بتجاهل الوزارة لشركاء المنظومة التربوية في اتخاذ القرارات وذكرت الفيدراليا في بلاغها أن لجنتها الإدارية عقدت اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة وتدارس تبعيات هذا القرار الانفراضي على التلميذات وتلامد المؤسسات التعليمية وأسرهم وعلى الأتر التربوية والإدارية في ظل ارتفاع المقلق لأعداد المصابين بمرض كوفيد-19 والسرعة التي عرفها انتشار هذه الجائحة ببنادنا في الآونة الأخيرة وقالت إنه بعد نقاش جاد ومستفيد واستحضار للمصلحة الفضلة للمتعلمات والمتعلمين والسلام الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأطفال المغاربة في الحصول على تعليم جيد وفي ظروف ملائمة فإن الفيدراليا الوطنية المغربية لجمعية أبا وأمهات وأولياء التلاميذ تستغرب من استمرار الوزارة بشكل مستفز في تجاهل شركاء المنظومة التربوية وعلى رأسهم النسيج الجمعوي لأسر التلاميذ ما يعني ضرب أحد أهم دعائم الدستور المغربي المتمثلة في الديمقراطية التشاركية أعلنت السلطات الإقليمية باليوسفية عن تمديد سريان التدابير الاستثنائية المتخدة لمواجهة الوضعية الوبائية بإقليم اليوسفية لأسبوع إضافي ابتداء من اليوم الخميس وذلك في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الإقليم وفي هذا الصدد أصدر عامل الإقليم السيد محمد سليم الصبتي قرارا يقضي بتمديد مواقع تغلاق بعض المحلات التجارية والفضاءات العمومية تماشيا مع الإجراءات والتدابير التي يستوجبها حفظ النظام الصحي بإقليم اليوسفية بهدف الحد من انتشار الفيروس وهكذا حدد القرار العاملي بتوقيت إغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً والمحلات الحرفية في الساعة السادسة مساءً والمحلات التجارية في العاشرة ليلاً وفضعت تجارة القرف الثالثة زوالاً فيما نص القرار على الإغلاق طيلة اليوم بالنسبة للحضائق العمومية والحمامات والملعب الرياضية والقاعات الرياضية ويقضي هذا القرار بسريان مفعول هذه الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم مع قبيلية تجديدها وفقاً لتطورات الحالة الوبائية بالإقليم وحسب نص القرار فإن عدم الامتتال لهذه الإجراءات سيعرض صاحبها للمتابعة القانونية وفق النصوص المعمول بها في حالة التوارئ الصحية وسيعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى المصالح القضائية المختصة والسلطات المحلية والأمنية كل في دائرة اختصاصه من منا لا يعرف سوفيان ريني الشاب الذي استطاع أن يحارب البطالة بطريقته الخاصة حيث امتهن تنظيف البيوت والمكاتب اليوم وبعد أن تنكر له مسؤولي مدينته تحقق له شركة لبيع مواد التنظيف حلمه وتزوده ببعض الوسائل لمساعدته في عمله تقرير في الموضوع مع عماد شبيني وسامي بسليمان وتعليق إبراهيم بالهردي أخلاقه العالية وتفانيه في العمل جعلت له سمعة حسنة بالمدينة وصار ينتقل بين المكاتب والمنازل والمقاهي وأصبح يشتغل رفقته رجلان وسيدتان كلما زاد الطلب عليه وخاصة في مجال تنظيف المقاهي والمطاعم والمساحات الكبرى اشتهر سفيان الريني بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارج أرض الوطن بكونه اختار أن يزاول مهنة غالبا ما تمارسها النساء أكثر من الرجال سفيان الريني الذي صرح في وقت سابق أنه يحتاج لبعض الوسائل التي تساعده في عمله الشاق فما بين تنكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأسف له وتجاهل المسؤولين بالمدينة هذا الشاب الطموح ها هو اليوم يحقق حلمه بفضل شركة لإنتاج لوازم تنظيف البيوت ومقرها بمدينة الجديدة هذه الشركة حققت حلم الريني وأهدته يوم أمس دراجة ثلاثية العجلات مجهزة بكل لوازم التي ستساعده في القيام بعمله في أحسن الظروف هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المؤسسة التجارية رسمت الباجا والفرحة على ملامح سفيان الريني اليوم جئت فرحان الحمد لله وجئت للي عند شركة عميو ونحن نجي على حساب التريبورتور ولحمد لله سعيده وفرحان بزاف ومن جئ اليوم على حساب التريبورتور ونشكر الشركة عميو بزاف من حقق لي الحلم ديالي للتريبورتور وإن الحمد لله بايا أحمد الله وشكرت له الحلم ديالي للك تناوي بشتحق لي حقت لي الشركة عميو وحنا البادرة ديالي عجباتنا عجباتنا عنه لأنه ميو بالشعار والتشربية لتعاونه على الشقة ما بين الرجال والعيالات لقنا سوفيان معنا في الفكرة وفكرة الشركة انها تجازيه بشي حاجة اللي تعاونوا بها كنا فكرنا باش ان نعاونه باي وسيلة اللي يتسهل عليه المؤمورية وكنا فكرنا باش نشوف لي اموين دو ترانسبور اللي يجمع فيه الماتيريال ديالو والديبلاصفير اللي هو اندوكار اللي يماجه باش تسلمه من عند الشركة افادت الوكالة الوطنية للموانئ بان ميناء سفي سجل عند رهاية يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 25.4% ما يعاد الـ 4.8 ملايين تن في حركة النقل التجاري عبر هذه البنية المينائية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وحسب تقرير الوكالة فان هذا الارتفاع يعزى الى التطور الملخوض في حجم الواردات من الفحم والحبوب وصادرات الفصفات والجبس وعلى مستوى استيراد الحبوب حل منها سفي في المركز الخامس مسجلا 3.8% من حجم الرواج التجاري الوطني خلف موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأغادير والناظور وسجلت الموانئ التي تديرها الوكالة رواجا جماليا قدر بـ 54.7 مليون طن لهاية يوليوز الماضي بنمو نسبته 6.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ويفيد توزيع الرواج حسب الموانئ بأن موانئ الدار البيضاء والمحمدية والجرف الأصفر شهدت رواجا بلغ 43 مليون طن وهو ما يمثل حوالي 78.6% من رواج مجموعة الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ يعيش عدد كبير من ساكنة منطقة جبارات في أقصى شمان أسفي معاناة حقيقية بسبب حرمانهم من شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وإغلاق باب الحوار في وجههم من مسؤولية المدينة رغم خروجهم للاحتجاج ما مع مالة أسفي في أكثر من مرة ردوان جرماط وابراهيم بالهردي انتقل إلى المنطقة وأعد التقرير التالي كيف سيدرس أبناؤنا بدون كهرباء؟ أين الماء للشرب والغسل والتنظيف؟ أليس من حقنا أن نعيش حياة كريمة؟ بهذه الهتافات ونداءات الاستغاثة استقبلتنا ساكنة منطقة جبارات في أقصى شمال أسفي والتابعة ترابيا للجماعة الترابية حرارة حيث خرجوا شيوخا وأطفالا ونساء للمطالبة بحقهم في الماء والكهرباء باعتبارهما عنصران مهمان في الحياة يعتمدون على وسائل تقليدية من أجل الحصول على الإنارة كالشموع التي تهدد أرواح أطفالهم والألواح الشمسية بسبب غياب الكهرباء هنا فأضحية العيد صالحة ليوم واحد فقط ويضطر عدد منهم لقطع مسافات طويلة من أجل شحن الهاتف الجوال وخاصة خلال هذه السنة التي سيتم فيها اعتماد التعليم عن بعد ولا يمكن أن يثأت لهم ذلك إلا باستعمال أطفالهم للهواتف والألواح الذكية بالنسبة للماء الصالح للشرب فإن السقاية العمومية تبعد عنهم بمسافة طويلة ويضطرون لاقتناء برميل من سعة 200 لتر ب15 درهم لا يكفيهم ليوم واحد إنها معاناة حقيقية تلك التي يعيشها ساكنة هذه المنطقة في ظل تغاضي المسؤولين وغيابهم عنها إلا بعد كل خمس سنوات إحنا تنطالبوا غير بالموضة ومشيش حاجة كتيرة لأن هنا دراري ضايعين بالعربية ضايعين شاباب ودراري صغار والعيالات يتموا هذه المساكنة يدون لهم طويس أنا وحدة منهم تلمشي مستة الصباح في الظلمة ظلمة تسمى نقطة سوداء هنا إحنا تنطالبوا بالموضة ومكي اللي مسؤولين للي طل عليك للي يسول عليك دازة الجائحة مكيش ليتفكرنا قريباً شي ربع سنين هذي بش كيناشي هنا هذو الناس اللي هاملو مشو الأمالة مشو القيادة مكنتاشي حاجة اللي داروها معهم مكنش تشي حل ما داروه معهم كنعيشو حد دورة صعيبة اللي يتخيدي فيه سيل فهد الكون فين مو قرنوا نغن نقرأوه عن بعد إحنا ماعدناش الضو باش نقرأوه عن بعد قبل كنا كنبغوا نخرجوا بوحود ماعدناش فاش نخرجوهم وده بفاد الكون فين مو قرنوا نقرأوه عن بعد كيفش نقرأوه عن بعد كنطالبوا من الناس من السلوطات أن هذا الدخل وتحسبنا من ولادهم وش ولادهم ما يبغوا يعيشهم في هذه الدورة ما غادش يبغوا أكيد ما غادش يبغوا وفي الخبر الرياضي نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها مدينة مراكش قررت السلوطات بمراكش منع مباراة الكوكب المراكشي لكرة القدم ضد فريق شباب أطلس خنيفرة بل ملعب الكبير لمراكش ضمن الجولة 27 من البطولة الاحترافية القسم الثاني وعللت السلوطات قرارها جراء إجراءات الحجر الصحي وعدم استوفاء المصابين في صفوف الكوكب المراكشي بكورونا المدة الزمنية للعلاج من الفيروس المستجد مصادر ذكرت أن لاعب من الكوكب المراكشي أصيب بفيروس كورونا فالوقت الذي لم يجرى فيه باقي اللاعبين التحاليل المخبرية خبر التأجيل جاء قبل بداية المباراة بساعات قليلة فالوقت الذي كان يتواجد فيه الفريق الضيف بمدينة مراكش وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة للمزيد من الأخبار زورونا على الموقع الإلكتروني شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء